بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يشاء ربك سبحانه عز وجل أن يجعل القدس وقضية فلسطين قضية الفئة المنصورة التي بقيت لوحدها كرأس حرب في مواجهة المصروع الصفوي الصليب الصهيوني يشاء ربك سبحانه عز وجل أن تظل هذه القضية هي الكاشفة هي التي تميز الصفوف إلى أين تنحاس فالقضية الآن هي قضية غربلة ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب جعل الله تبارك وتعالى هذه القضية فتنة واختبار وامتحانا للناس كلهم إذا بها كشافة لما كان يضمره الكثيرون من الناس في زمن الرخاء فها هو الآن يميز بين العالم الصادق والعالم الذي كان يظهر للناس أنه يعلم الناس ابتغاء وجه الله فتراه ينحاز للظالمين أو يسكت عن قول الحق إنها كالشافة حينما ميزت الإعلاميين بين إعلامي رفض أن يبيع آخرته ويقوم بالدعاية للأعداء ويلوي أعناق النصوص لتزييف الحقائق الناصعة نصعة الشمس في رابعة النهار إنه امتحان ميز المسلم عن غيره ممن كان يحمل عياذا بالله غبشا في قلبه فيأبى ربك في آخر الزمان إلا أن يجعل قضية فلسطين قضية القدس صراع الجوهري إلى يوم القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل جعله الله تبارك وتعالى غربلة للصفوف في هذه الأثناء لابد من توجيه إن شاء الله تبارك وتعالى كلمة لشبابنا ولأبنائنا فكم كانوا يصرخون ويهتفون بإسم لاعب من لاعب كرة القدم هناك في إسفانيا في برسلونة التي قاد الألعاب والألقاب في ذلك النادي نعم هي مسألة لاعب فقط ولكن في آخر الزمان حيث تصير الدنيا فعلا لهو ولعب وقد كانت من قبل لكنها اليوم تجلت حقيقة اللعب حتى غطت على مساحة الجد كلها نعم ولذلك تجد الكثير من أبناء المسلمين حينما تكون برسلونة تستقبل أو تلعب أي مقابلة في أي مدينة أو بلد أوروبي أو غيره إلا وتجد عندنا الحركة تتوقف تماما وتمتلئ المقاهي عن آخرها لتتبع اللمسات السحرية لقدم ميسي في الكرة نعم ولقد شاهدت الكثير من من يفنى حبا في هذا اللعب من المغاربة بل لقد رأيت هنالك من يقوم بالارتهان والرهان مع صديقه حول قضية الانتماء إما أن تكون من برسة أو الريال بل لقد سمعنا جدالا يرتفع وترتفع في الأصوات كل يريد أن يناصر من ينتمي إليه ويحبه إلى درجة الفناء نعم هكذا إذن صار الكثير من أبناء المسلمين منبهرين بهذا اللعب حتى أصبح قدوة لكثير من أبنائنا وأصبح قصار ما يتمنون أن يشبهوا هذا اللعب أو أن يقتربوا منه وأن لهم ذلك نعم هذا اللعب أنتم تعرفون بإذن الله تبارك وتعالى الذي تحبونه هو الذي يناصر إسرائيل في كل مرة تحتاج إلى الدعم والنصرة ففي أعز هذا الهجوم الغادر وفي ظل هذه الحمم من النيران التي ترسلها على غزة لا تترك مسجدا ولا مستشفى ولا بنية تحتية ولا كبير ولا صغير من المسلمين من المؤحدين في هذا الوقت بالضبط يتبرع لهذه الدويلة بمليون دولار تحويل مليون دولار لا حل ولا قوة إلا بالله نظير ومقابل النجاحات الكبيرة التي تحرزها في نظره هو في التفن في قتل المسلمين بلا رحمة نعم وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالانحياز السافر إلى الكيان الغادر وتمويله بالمال فقد سبق تطاوله على المسلمين حينما دمغهم واتهمهم بأنهم مرضى المسلمين مرضى بسبب الصيام في رمضان يعني يرى أن صيام المسلمين هو تصرف انتحاري يصدر عن نفسيات مريضة هكذا يسيء إلى المليارين من المسلمين لقد رأيناه يقف أمام حائط البراق ويأبى إلا أن يضع على رأسه كوفية اليهود طبعا كوفية أولئك الذين يقتلون المسلمين ويتظاهر بتلك الصلاة التي نادره أصلها ولا فصلها إذن هذا قليل مما ظهر وما خفي أعظم فهذا الإنسان لم يخفي انتماءه وولاءه فهو منحاز إلى الصهاينة بكليته وماله فأنا أستغرب وأتعجب للمسلم وخاصة من شباب المسلم كيف يمكن أن يوالي أمثالها ويحب أمثال هؤلاء الذين يتلذذون في قتل المسلمين وتأييد من يقتل المسلمين وتمويل من يقتل المسلمين يعطاؤهم المال للشراء الأسلحة الفتاكة التي تشتت وتمزق أحشاء أطفال فلسطين والمسلمين فأي إيمان يبقى للشباب حينما عياذا بالله قلوبهم تهف حبا لمن يكرههم يسيء إليهم ينبزهم ويتلفظ بكلام النبي ويلقبهم بأبشع النعود مرضى نفسيين الصائمين مرضى نفسيين فحاول أن تحدد الآن موقفك فإن الله يحشرك مع من تحب أليس هذا اختبار وغربلة ليتبين الإنسان موضع قدمه ليتبين الإنسان إلى أي الصفين ينحاز فمن انحاز إلى أعداء الملة في مجال الإعلام في مجال الرياضة الله في مجال كل كل المجالات في المجال الاقتصادي في المجال السياسي ينحاز إلى من يقتل إخواننا ويعتدي على قدسنا وعلى حرمات ديننا وعلى دماء إخواننا وعلى أراضينا المقدسة فإنه يحشر معه يحشر معه هذه رسالة للشباب المنبهر بكثير من هؤلاء الذي عمل الإعلام لردح من الزمن في تصويره كقدوة تشرئب أعناق أبنائنا من المسلمين للاقتداء والتأسي بهم فنسأل الله تعالى سبحانه أن يوقظ أبنائنا وإخواننا من هذا النوم العميق هذه الغفلة والنوم العميق العميق كنوم أهل الكهف فلئن كان النوم أهل الكهف هو فضل الله تبارك وتعالى وآيته المتجلية في من فر إليه إلى كهف وقد ترك النعيم حفاظا على دينه فأعطاهم الله تعالى ذلك النوم رحمة وهيأ لهم من أمره رشدا فإن نوم المسلمين اليوم يمشون على الأرض في صورة يقضين ولكنهم ليسوا نائمين فقط مغيب الوعي مغيب العاطفة مغيب القلوب إلى درجة أنه يسعى إلى حتفه ويقف إلى من يقتله ويقتل إخوانه والعياذ بالله يقف إلى من يحارب إخوانه في كل أراضي الدنيا وخاصة في أرض فلسطين ومن جوهرتها وقلبها القدس والأقصى وصل الله على حبيبنا محمد